أبدى الدولية الجزائرية السابقة والمدير الرياضي لنادي أورليو عن تريحية سعادته بقرعة كأس الرابط الفرنسية التي أوقعت ناديه أنانا باريسان جرمى الفرنسي في الدور ثمن نهائيه قبل أن يؤكد رضاه بمستوى لعب فريقه المخضرمين على رأسهم كنمزياني خاصة أن أورليو يحتل المركز الثامن في الليك دو رغم ميزانية الفريق الصغيرة والتي تعتبر التاسعة عشر من بين أندية القسم الثاني الفرنسي اشتركوا في القناة